السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في علماء وصلنا كتب أو همما كتبوا كتب أو إنسبوا كتب بمئات المجلدات لكن الإمام بتاع النهاردة ليس له إلا وركة واحدة ورغم هذا اسمه مشهور جدا وناس كترة جدا لما بتبتدي في علم الحديث بتبدأ بالورقة دي الورقة دي اسمها البيكونية في مصرح الحديث الإمام هو الإمام البيكوني البيكونية نسبة الإمام البيكوني أحد شرح الكتاب بتاعه الورقة دي الإمام الزرقاني كان بيشرح البيكونية في الكتاب قال ولم أقف له على اسم ولا ترجمة ولا هو منسوب إليه منعرفش عن أحد خالص لكن في أحد الجهوري في الحشية على شرح الزرقاني قال وأنه لا أفهمش أحد النسخ واحد بيقول إن الإمام البيكوني ده اسمه عمر بن الشيخ محمد بن فتوح الدمشكي الشفعي لكن هو يعني لا يوجد أي كتاب ليه خالص غير هي صفحة واحدة بس من 34 سطر اللي هي البيكونية ورغم كده أول ما تجي تبتدي في علم الحديث يقولك ابتدي بالبيكونية سهلة وبسيطة وهتلاقيش روحة كترة جدا تقريبا ما فيش حد شرح في علم الحديث غير لما شرح البيكونية وممكن ليش حاجات تانية زي الفيت سيوتي مثلا وكذا طيب البيكونية بتقول إيه؟ أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسلا وازي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشز أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتماد في زبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لك الصحيح شرط تمام؟ عندي تعليق على كلمة إن من الحسن ده رجاله لك الصحيح شرط لا هي مش بالضبط كده يعني مش لازم شهرة الرجال لا بيكون أقل في جودة الحفظ أو كده وكل ما عرض بات الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كسر وما وضف للنبي المرفوع وما اللي تابع هو المقطوع والمسند المتصل إسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف آتاه مثل أماو الله أنبان للفتاة كذاك قد حدثني هيقائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي ثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة وعن عانك عن سعيد عن كرم ومبهام ما فيه راوي لم يسم وكل ما قلت رجاله علا وضده ذاك الذي قد نازلا وما أضفته إلى الأصحابي من قول أنه فعلا فهو موقوف زكن ومرسلهم منه الصحابي سقط ودي طبعا فيه كومنت أو فيه تعليق بسط عليها إن جهال لقلتنا بالصحابي ما تدرش لأن الأصحاب قلوهم معدول لكن المشكلة إنه كنت فيه سقط حد ثاني مع الصحابي لذلك يختلف حسب نوع التابعي هل هو بيروي عن الصحابي مباشرة أو ممكن أن نكون في بعض الروايات ممكن أن نشرح الباكونية ونشرح التفصيل لكلمة المرسل ومرسلهم منه الصحابي سقط وكل غريب ما رأوا رأوا فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناديه من قاطع الأوصال والمعضاء لسا كنت منه سناني وما أتى مدلس نوعياني الأول الإسقاط لشيخ وأي ينقل عن من فوقه بعنوأ والثاني لا يسكته لكن ياصف أوصفه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا وما يخالف ثقة به الملا فالشاز والمقلوب قسمان تلا إبدال راوا ما براوا قسمه وقلب إسنادي لمتن قسمه والفرد ما قيته بثقة أو جمع أقصر على رواية وما بعلات غموض أو خفاه وعالعال عندهم قد عرفاه وزو اختلاف ساند أو متني مضطرب عند أهيل الفني والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما رأوا كل قارين عن أخه مدباج فعرفه حقا وانت أخيه متفق نفزا وخط متفق وضده فيما ذكرنا المستارك مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش القلط والمنكر الفرض به راوا غدا تعديله لا يحتمل التفرده متروكه ما واحد بهم فارد وأجمعه لضعفه فهو قرد والكذب المختائق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد آتت كالجوهر المكنون سميتوها منظومة البيكون فوق الثلاثين بأربعين أتت أبيتوها تمت بخير الختمات سبحان الله كتب لها القبول وانتشرت في كل مكان وأصبح مدخل لعلم الحديث يعني لو فهمت كل واحدة من دول وهتلاقي شروحات الكتير جدا المشاكل كتير جدا سوف الشيخ اللي انت بتتريح له أو بتحب تسمع له واسمع الشرح بتاع العلم الحديث هتسفد منه كتير جدا هتفر معك كتير جدا لو تعلمت علم الحديث